أساسيان لحماية الحقوق والحريات إن الأحكام التي تصدر عن القضاء تنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون القضاء المصري أحد أعمدة الدولة التي يجب على الجميع احترامها تعبيرا عن مدى العمق الحضاري لشعب مصر العظيم احترام الإرادة الشعبية وعدم الوصاية عليها وعدم السماح بالعبث بها بأي حال من الأحوال وقوف المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مسافة واحدة من كافة القوى والطيارات السياسية وعدم الانحياز لطيار أو فئة ضد أخرى احترام حق الجميع في التظاهر السلمي الذي يراعي المصالح العليا للبلاد القوات المسلحة حريصة منذ تسلمها المسئولية على تغليب ضبط النفس احتراما للحالة الثورية التي تسود البلاد لتجنب وقوع خسائر أو إصابات باعتبارها جزءا من هذا الشعب الذي يمارس حقه في التعبير عن الرأي وعلى الجميع احترام مبادئ الشرعية تحسبا من مخاطر الخروج عليها ان اصدار اعلان دستوري مكمل ضرورة فرضتها متطلبات ادارة شؤون البلاد خلال الفترة الحارجة الحالية من تاريخ امتنا انما يصدر عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة يحكمه ادراكنا بمصلحة الوطن العليا دون اية مصالح اخرى ان استباق اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل اعلانها من الجهة المسؤولة عنها امر غير مبرر وهو احد الاسباب الرئيسية للانقسام والارتباك السائد على الساحة السياسية الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة هي مسئولية وطنية للجميع باعتبار ان المساس بها امر يهدد الاستقرار والسلم والامن القوم المصري مواجهة اي محاولات للاضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهى الحزم والقوة بمعرفة اجهزة الشرطة والقوات المسلحة في اطار القانون ان المسئولية الوطنية تقتضي من كافة القوى السياسية الفاعلة الحرص اثناء ممارساتها على الالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية والشرعية والبعد عن فرد ممارسات قد تدفع البلاد لمخاطر يمكن تجنبها عاشت مصر ابية مصانة وحمى الله شعبها